سيادة المستشار والليدي الشفعي وده الجزء الأخير أو سؤال الأخير لحضرتك بالرغم من قناعتك اللي انت قلتها على الهواء بشكل مباشر ان انت شايف ان السلطة الحكامة ضد القانون أو لا يحترموا القانون انك شايف انه بيحصل شيء غير مقبور على الإطلاق ان انت ضد تخفيض سن القضاء لأنها لأسباب سياسية انك شايف انه فيه اكتراء وخروج عن الأدب وعق وعن أخلاق الدين في التعامل مع القضاء ما روحتش برضو الجماعة العمومية يعني بالرغم من انه كل القناعات اللي عندك هي اللي خلت فيه آلاف القضاء النهاردة راحوا الجماعة العمومية عايزة عرف ليه ما روحتش بشكل واضح وصريح بشكل واضح لان انا لا اقبل السوء من هذا او ذاك ولا واخلاق القاضي اللي تعلمته انا من شيخنا الكبار ان الاسائل ليه مش قابله بالاسائل مستحيل مهما كان هو مين لن استطيع ان اتبادل السباب مع احد وهذا ما اخذته على مستشار بصفة شخصية على مستشار احمد زين في المؤتمر الصحي وهذا ما جعلني اقرر ان لا اذهب الى هذه الجماعية حالك شايف انه انه جسم القضاء والقضاء والاف القضاء اللي موجودين اللي بيدفعوا عن عن مبدأ مش بيدفعوا عن عن مصالح شخصية انهم على ارضية صلبة من غير من غير التراشق ليه على الارضية صلبة ما السلطة اللي موجودة دلوقتي ممكن مجلس الشورى ده يطلع على القانون وفي غالب الامر مش هيطلعوا حتى لو خليه اقول لها حضرتها الحاجة لا معلش العالمين ببواطن الامور وانا عارف ان الكلمة دي بتبقى تدايق المشاهد بس خليه اقول انه السياق العام لما هو موجود في الرئاسة ولما هو موجود في في الاروقة السياسية بيقول ان القانون ده في غالب الظن لن يخرج انما بتناقش يعني حالة التحدي موجودة يعني حالة الصراع موجودة حالة الصدام موجودة افرض هم طلعوا القانون دلوقتي وقالوا خلاص احنا طبقنا السن هتعملوا ايه هتعملوا ايه لا ده انت تعمل كتير حكاية ان القانون يصدر على غير رغبة القضاء ده حتى مخلف للدستور يعني ده سهل جدا المجلس على القضاء وافق مثلا لا ده لازم يتعرض على المجلس على القضاء او القبل المناقشة ده مش بعد منقشته لان رأي مجلس القضاء ولو كان استشاري الا انه هو بيوضع امام كل عضو من اعضاء مجلس الشورى عشان يكون نبراس ليه وهو بيناقش المشروع فما ينفعش تناقش المشروع بكاتب عديد طرق الطعن كثيرة جدا انا شوفي انا مستعد لتخفيض السن للخمسين عشان اطلع السنة الجاي يعني دي حاجة انا شوفي مفيش مخلوق على وجه الارض بيجلس على المنصة اللي يحكم بين سنين في خصومة وهو سعيد وفرحان ويا ما هناك وحضرة القاضي وسعدة القاضي كل الكلام ده انا اقتنع تماما ان الوظيفة بتاعتي دي مسؤولية خطيرة جدا ولابد ان اكون اتحمل اعباء فما يشغنيش انها تذهب عني في اي لحظة حتى لو اتفصلت بكرة صورة كل الكلام ده لكن يشغني ان كيان القضاء ده كله يبقى كيان ماتين ماتين من الناحية الاخلاقية ماتين من الناحية الفنية ماتين من الناحية من كل النواحي ان القاضي لا يخترق ولا يجر إلى البزاء او سوء القول مهما كان مهما كان القدامي فحش وقدامي كذا مستحيل انجر لهذا المستوى ابدا ده اللي يشغني كقاضي لكن حقي انا احرف اخد حقي كويس جدا من اي نظام حتى لو لو واحد حتى لو قاضي لو واحد يستطيع ان يقود حق تماما لاننا عشان عشان ادل الناس حقها لازم اكون انا قوي اصلا فموضوع النحاء ان اي انسان على وجه الارض يعتقد انه يستطيع ان يرهب القضاء فهو واهم اشتركوا في القناة